نطلع من الجزء ده ونروح لجزء مهم جدا جدا في حلقة النهاردة وهو متعلق بنجبنا الكبير محمد صلاح أسطورة منتخب مصر وأسطورة ليفر بول الرجل اللي بيحطم أرقام قياسية على طول الوقت هو بيستعد لمواجهة مانشستر يونيتت المباراة الثالثة من البريمير ليج وكلام كتير قوي عن محمد صلاح مكمل في ليفر بول لا محمد صلاح مش مكمل طب بدأوا يتكلموا عن تجديد العقود إن الموضوع إحنا يعني اتكلمنا مع أكتر من مصدر في نادي ليفر بول وفعلا تواصلنا مع مصدر من ليفر بول والكلام كان على لسان المصدر إن الكلام والمفاوضات ما بين ليفر بول ما بين محمد صلاح آه فيها شوية معوقات وكلام لكن الطرفين عندهم الاستعداد الطرفين عندهم الاستعداد وحيبدأ التفاوض بين الاتنين على مدار الموسم ودي نقطة في منتهى الأهمية المحادثات مزالت في البداية يعني لسه بيبدأوا الكلام وده اللي شوفناه من تصريحات أرني سلوات لما تسأل الراجل وقال أخبار صلاح ايه؟ اتكلم عن صلاح وتكلم عن فيرجل فندايك وتكلم عن أكتر من لعيب إن اللعيبة موضوع تجديد العقود ده مرحب به اللي عايز يجدد وأنا سعيد باللي هم بيعملوه والراجل وجه ميسج إن كل لعيب حيجدد أو عايز يجدد عليه إنه يثبت نفسه ويثبت قدراته والحقيقة سألنا المصدر ده هل التعاقد مع فريدريكو كيازا منتخب إيطاليا واليوفي هل ده معناه كيازا بيلعب ناحية المين بيلعب ناحية الشمال بيلعب في المركز كتير جدا هل ده معناه إن الناس في ليفر بول بتعمل بلان بي يعني الناس بتحضر نفسيها بدري بدري إنه ممكن على آخر الموسم تلاقي محمد صلاح مش موجود قالك لا فكرة كلها إن إحنا بنستهدف في المركات واللعيبة اللي تدين عمق في السكواد كيازا بيلعب في أكتر من مركز حيدينا خيارات هجومية مهمة عشان كده أرني سلوت كان مرحب جدا بالصفقة الموضوع ملوش أي علاقة بمحمد صلاح وخلي بالك أنت كده بتكلم في صلاح في كيازا في كودي جاجبو في لويس دياز في جوتا في داروين نونز دول ست لعيبة جمدين جدا في الحتة اللي قدام فحيبدأ فيه تنافسية جديدة قوي 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 في المكان ده هل أرني سلوت حيجي عليه وقت ملواتي يعتمد على كيازا يمينين ولا شمال ده حيبدأ يبان الفترات الجاية خاصة بعد التوقف الدولي تعالوا نشوف التصريحات مع بعض لأن التصريحات دي بالنسبة لي مهمة لأن عودت كمان مايكل إدواردز الراجل هو ده الكلام اللي قلنا عليه الموضوع بيه بعض العواقق من أجل التجديد تعالي ناخد الصور اللوراء على طول إحنا قلنا الكلام ده الأيام القليلة القادمة قد تشهد انفراجة في المفاوضات بين الطرفين خاصة وإن صلاح أغلق الباب حاليا أمام العروض السعودية ده الجزء الأخير المهم جدا بالنسبة لنا بس الأيام القليلة القادمة ده يا جماعة ما تتوقعوش إنه أسبوع عشر تيام ده الموضوع ده حياخد وقت طويل قوي ده الكلام اللي قاله هنا مصدر من ليفر بول الصحف والتقارير برة بتقول إن في حاجات كتير جدا ليفر بيدرسها منها مدة العقد والعقد مع صلاح يبقى إيه سن محمد صلاح ناجسه هل النهاردة يدي له عقدة طويل الأمد ولا سنة ولا سنتين الراتب اللي بياخده محمد صلاح مع ليفر بول الفريق خططه إيه مع أرني سلوت عشان كده كنت بقول لكم إن في فترة تواجد يورجن كلوب كان هو الرجل مسيطر على كل حاجة جوا النادي مع عودة مايكل إدواردز مايكل إدواردز ده الرئيس التنفيذي للمجموعة المالكة ليفر بول حاليا هو اللي بيخطط لكل شيء في الكورة عشان كده هتلاقي تصريحات أرني سلوت كلها ليه علاقة بالكورة ليه علاقة بالفنيات ما بيتكلمش كتير وما بيقولش حاجة غير يورجن كلوب كان مهيمن على كل شيء ما بعد رحيل مايكل إدواردز في الأول وما عودة مايكل إدواردز بقى الراجل متحكم في كل شيء والراجل ده على فكرة اللي كان جاب محمد صلاح أصلا ليفر بول من الأول فأعتقد الموضوع هياخد وقت طويل الموضوع مسهل صلاح نفسه تسأل من فترة في سكاي سبورتز والراجل يتكلم وقال إن أنا ممتن جدا لوجودي هنا أنا عايز أقضي آخر سنة في عقدي من غير ما فكر دلوقتي أنا عايز أركز عايز أشتغل في الكورة مش عايز أعمل حاجة فصلاح ما قالش حاجة ملموسة لكن قال إن أنا آه كل شيء ورد لكن إدوني وقتي عشان أفكر وأشتغل ده كان جزء مهم جدا فيما يتعلق بمحمد صلاح